اشتركوا في القناة والبرلمبية السعودية رئيس الدورة الحالية للمجلس وذلك بالعاصمة السعودية الرياض وبهذه المناسبة اشاد سمو الشيخ خالد بن حمد بالجهود التي بذلتها اللجنة الولمبية السعودية بقيادة الامير عبدالعزيز بن ترك الفيصل في الاعداد والتحضير لهذا الاجتماع وبارك سموه انطلاق دورة الالعاب السعودية 2022 معربا عن ثقته بنجاح الدورة على ضوء التحضيرات المتميزة التي تقوم بها اللجنة الولمبية والبرلمبية السعودية مشيدا سموه في الوقت ذاته بنتائج الاجتماع الذي يهدف لتطوير الرياضة الخليجية الى المزيد من التقدم والازدهار بما يتواكب مع تطلعات اصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي هذا وتقدم سمو الشيخ خالد بن حمد بالشكر الجزيل الى الامانة العامة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية وسائر اللجان الولمبية الخليجية على جهودهم المبدولة في تعزيز العمل الخليجي المشترك بالمجال الرياضي وبعد نهاية الاجتماع شارك سموه في ايقاد شعلة دورة الالعاب السعودية مع باقي اصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء اللجان الولمبية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية